اتهام جديد لروسيا حول نشرها قوات تابعة لشركة فاغنر الروسية على الأراضي الليبية لتحارب مع قوات القيادة العامة للجيش الليبي جاء هذه المرة من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتح باشاغا حيث قال إن روسيا تؤجج الحرب في ليبيا وتعقد الأزمة السياسية في البلاد وذلك لبسط سيطرتها على النفط الليبي مضيفا إن موسكو تصب الزيت على النار حسب وصفه لم يكتفي باشاغا إلى هذا الحد وقال أيضا إن روسيا تسعى لاستعادة فلول نظام القذافي السلطة في البلاد وأن الولايات المتحدة عليها التزام أخلاقي وقانوني تجاه ليبيا وعليها أن تتعاون مع الليبيين لاستعادة الأمن والاستقرار مضيفا أن عدوان حفتر على طرابلوس وفر أرضية خصبة لإعادة تجمع التنظيمات الإرهابية